و karışيب وもの اصعب قضية يرظون معي في هذا الفيديو اليوم و'حيب من اolnوقات وهذ المنتف هو من المسجون ويشكول نفس المساجين ويج immerحبك ل Labour معتلاisis وما يقوم�햎ato وفنه من السition حيو؟ بل يعين إني عارف هذه المسجون مايقدرش يقول لهم شلو هي الجريمة ومايقدرش يقول لهم شلو هو هاد المنتف هذا على الغابور هلاش لأنه عارف الخطورة ديال هاد الجريمات عارف راسه كيفاش غادت تكون لحالة دياله أمام السجنة عارف راسه غاد يقول لي Samsung عارف راسه غاد يقول لي اي مصيبة اي جريمة ولو كauen الإنipe من روح ليسترق الجرائم خيبين ولكن يقدر يقول لهم أي حاجة دارها شفار أي حاجة ولكن باش يقول لهم أنا ارتكبت هات الجريمة هذه وهكيفاش درت وشنو درت وهات الشي اللي خلاني باش ندخل الحبس ما يقدرش المهم هات السيد هذا وهات القضية هذه اللي غادي نشارك معكم قضية نادرة وقليل فين كتوقاه ولكن وقعات وهات القضية هذه كتتعتبر من أخطر أنواع الجريمة بلا منزل نطول عليكم كتر ندخل معكم في تفاصيل هذه القضية هذه في عام 2012 في واحد المدينة هنا لا دعي لي ذكر المدينة ما بغلش نقول اسمية دي المدينة نظراً لخطورة هذه القضية هذه ونظراً لشدة الحساسية دي لها المهم في واحد الحي حي شعبي وفي وسط هذا الحي الشعبي هذا كين واحد السوق سوق كبير لساكينة دي لهاد الحي كلهم كيمشيوا كيتقدروا من هذا السوق هذا سوق عشوائي كبير وفي وسط هذا السوق هذا كين واحد شاب اسمه حسن في العمر دي له 28 سنة حسن كان جاملنا واحد دي لهاد المدينة هذه جامل شي دوار قريب واستقرب هاد المدينة هذه وكي يخدم مرة يخدم بالناي مرة يخدم سباغ المهم خدم هنا خدم هنا خدم في هادي وهادي حتى غادي ينتهي به المطاف وغادي يدير واحد البليصة في هاد السوق الشاب وغادي يبيع فيها الخضرة كي يجيوا عنده العيالة كيتقدروا منه واحد سيدة اسميتها فاطمة وفي العمر ديالها 45 سنة ساكنة حتى هي في هاد الحي هذا يطلق ضد المالفه أمامة حسن كيتقدم منه الخضرة اليوم غدا اليوم غدا هدرات جبيد هدرا وانت عامين وانا قريبا لك انا بنت أمكر انا قريبا لكم في التوار وهادي وهدي مهم دائما هدرات جبيد هدرا واش كتعرف فلان أنا كتعرف فلان مهم بقى دائما كيشاركوا الهدرات بناتهم اليوم غدا اليوم غدا شوية وكيتشاركوا حتى الطعام اليوم الجمعان نزكيرك الغداء أنا في ورد الكسكسو أنت هنا غير وحدانين نجيب لك الكسكسو التولد تقول لراجل هاليوم الجمعة دوز إلى حسن قوله يجي قوله يجي معك يتقدم عنا اليوم الجمعة وراه هو غير ره هو غير من طوار رأي ناس مريفة فيها ولو يتقدم عنا نهار الجمعة المهم هاد السيدة هادي عندها واحد بنتها في العمر ديالة عشرين عام واسميتها فوزية هي هادك واحد الوقت هاد السيدة هادي هاده يتوفى لها راجلها فبقا تكتعيش غير هي وبنتها هادي اللي عندها شغير عام في العمر ديالة المهم هاد الشاب هاده حسن ولا كتير تردد على الضار ديال هاد السيدة هادي فبقاش كي يجي غير نهار الجمعية كل كسكسولة ولا كل مرة غادي جاي حتى غدا تنشأ بيناتهم واحد العلاقة غير شرعية بمعنى السيدة ولت هي العاشقة دياله السيد داخل خارج من الضار وشي مرات ولا كي يبتقع معاهم وهاد الشي هاده هو اللي غادي ينتابعوله الجيران اكي اللي كيقول بان هاد السيد هاده راجل مزوج بيها او لا راجل ما يمكنش يكون داخل خارج اذا راجل يكون مزوج بيها وهاد الشي اللي كتأكدوا لهم هي كتقول لهم اه راجل تزوج بيها وورا ما كي اللي زواج لهو المهم بقاة هاد العلاقة ما بين حسن وهاد السيدة هادي واحد المدت قريبا ديال تسعة اشهر وفي غفلة من الام اللي قلناها في العمر ديالها 45 سنة حسن غادي دير واحد العلاقة غير شارعية مع البنت ولا هاد الشخص هاده كي يجمع بابين الام وبنتها هاد الامر هاده الام ما عرف عليه حتشي حاجة مفرصها ما يتعود حسن في مما كي يلقى شي غفلة كي يشد البنت البنت غادي تحمل منه البنت غادي تحمل منه بطريقة غير شارعية حملات منه وصارحة الام ديالها هاشنو كينو هاشنو كينو هاشنو وقاع غا تنود الام وغا تشد بنتها وغا تعطيها قتلة ديال لعصة انتي ديتيلي يا الراجل انتي كده وانتي الفاعلة ويا التارك والله تنقتلك وهادي وهادي ولكن سيدة الام ولد في واحد الفضيحة اللي هي كبيرة هاد الفضيحة اللي غادي يولي شجيرا كل هم كي يضروي لها البنت غادي تحمل وغادي تولد والناس غا يبدو كي يسهول وراكم عارفين احياء الشيبي والجيرا بنتك معا من ولدات وولد من هادا واش بنتك تزوجات وهادي وهادي راكم عارفين وفي نفس الوقت را السيدة الام را بقى شدة حسن فكرة مزيان هي في اللول حي حاتة لحسن حي حاتة ليه بلن مزيان شنقت عليه يا الغدار والله تنصفتك للحبز والله تنقتلك الام بقى تغير كتفكر واش نبقى معاه واش بنتي نزوجها ليه لقات افضل حل وانا بنتها تزوج بهذا الراجل هذا باش تسترع لالفضحة اللي واقعة جات اللي عنده قاتلي شوف را خصك تزوج بالبنت خصك تصلح الخطأ ديالك خصك تعرف بي اللي را هاداك لولد اللي فكرش هارا ولدك سيد من طبيعة الحضرة كيخاف من الام وعارف الشر ديالها وعارف باللي ما غديش يسلم منها قالها صافي انا نتزوج بيها وبالفعل تزوج بيها صافي ولا ساكن معاهم ما بقاش غير كيجي مرة مرة في نفس الوقت بقى في الخدمة دياله كيمشي للسوق كيبيع ويشري في الخضراء وفي العشية كيرجع للدار عندهم الزوجة دياله اللي هي فوزية ولدات ولدات بنت دار السبوع دياله مشط الأمور هي هاديك ولا عيش مع السيدة عادي جدا كأي زوج والزوجة دياله ولا وكلهم شاركين منزيل واحد عادي تجي واحد البنت اللي في العمر ديالها 16 عام هاد البنت هادي هي من العائلة ديال الزوجة دياله بنت خالتها بنت خالت فوزية والعاشقة دياله اللولة اللي هي فاطمة الأم كتجيها هاد البنت بنت ختها يعني هاد البنت كتجي عند خالتها مرة مرة كتجي عندهم وكتبقى معهم مرة يومين مرة نهار مرة كتبقى عندهم مرة كتبقى 3 يام و 4 ايام ومن بعد كترجع عند الأم ديالها الأم ديال هاد البنت حتى يشدى واحد طريق عوجة كاتمتها المهنة دي للدعارة الأم ديالها كتغيب مرة يومين مرة نهارة لحسن يعني البنت كتبقى بوحدها في الدار لك شي لاش كلها مرة فين كاتمشي مرة عند الجدة ديالها مرة عند خالتها اللي هي هاتفطيما عادي ويمكن كتب قد جي عندهم وطريح معهم يومين تلتيام ومن بعد ملي كتعرف بأن الأم ديالها جث كاتمشي واحد النهار الزوجة ديال حسن غتحصل راجلها مع هاد البنت هما كانوا خارجين وكانت الدار خاوية ما كانوش عارفين بأن هاد البنت غدا تجي عندهم وده كنهار كنهار الجمع وهذا حسن هدا مكيمشيش للسوق المهم هما منين تخلو عليه لقاوه شاد هاد البنت حيحات علي الأم اللي ينسيبته عاشقة دياله اللولة حيحات علي وحيحات علي مرات وفوزية نضط الروينا تجمع الجيران أش كين أش واقع هاد والله حرم هادا غدار والله حرم شاد البنت وكده وكده المهم نضط عليه لهاي لا لا عيطوا على البوليس جاوا البوليس دا والسيد لقاوه متلبس ودخلوا البنت عاودي لنا شنه وقع البنت كتحكي لهم وكتقول لهم را كي يجدني كي يجدني صحة وكي تكرفز علي وكيهددني وكيقول لي لا درتي كده ولي لمشي جيحت عاودي لهم شنه كندير أنا وياك غادي نقتلك وغانديرلك وغاندفعلك أنا خفت وما عاودي لماما والو ما عاودي لخالتي والو وما عاودي لفوزية بنت خالتي والو أنا كنخاف من هد السيد اللي دير ليه شي حاجة أولا كنخاف منه لي قتلني المهم هو كيقول لهم أنا سيدي هد شي كنديرو بالإرادة ديالها أنا محتج لها جنوية لا عنقها ولا جديدها صحة ولا تكرفز ديالها المهم هد شي لحسب ما كيقول الزوج المهم تمت المتابعة دياله وما سمحة لوش الأم ديال البنت ما سمحة لوش الزوجة دياله ولا حتى نسيبة دياله اللي هي العشيقة دياله اللولى غادي خرج تقارير ديال الطيب الشرعي اللي غادي يكشف على هد البنت وغادي يقول لهم بأن البنت هدي ماشي عذراء بمعنى هي كانت حتى هي ما ساهلاش من اللول ديالها والقضية اللي وقعت ما بينها وما بين حسن هي كانت على خطرها وبالإرادة ديالها وشوفوا المشكل فين غادي يمشي اللي بنت حتى هي صدقة ما ساهلاش المهم أخوتي كان أعتذر لكم ملاد الألفاظ هدي وانتمنى تكونوا فهمتوا شنو كان قصد مني كنت كان نوجد هد القضية هدي وكانت طالع على الأحداث ديالها والله العظيم اللي جدتني تبوريشا وحنا ما زالنا عقير في البداية ما زال جايين كوارث وكوارث المهم قال لهم الطبيب هاد البنت هدي رعا هكيفاش وهكيفاش وهكيفاش رمشير راجع جنتها صحة حسن بقى كي يطلب ويزاوج الزوجة دياله ويطلب ويزاوج في النسيبة دياله أنا مظلوم أنا هذي أنا هذي أنا مادرت حتى حاجة وهما مني يسمعها التقرير للطبيب الشرعي قالوا صافي قالوا إذن البنت هيا اللي غا تكون دارت بالراجل وبغا تصفت لنا الراجل هي أمها وكده وكده وعارفينها إذن هما داروا هاد شي غير باش يصفتوا لنا الراجل هاد شي اللي حسد به الزوجة اللي هي فوزية الزوجة هنا دارت تنازل دارت عدم المتابعة في القضية ديال الخيانة الزوجية ومن بعد ما دوز المدة اللي دوز على تغرير بقاصر صافي خرج تل هنا مزيان الزوج هنا هو يقول للزوجة دياله قالوا شوفي أحسن حل نبعده من داركم مادام غدتين بقاو ساكنين مع داركم مع الأم ديالك انتظري دائما لك وارد ونزيدك واحد القضية هاد سير ربيني وبينك وبلا ما تغوتي ولا ما تدري حتى شي حاجة أنا را غير مطلوم شوفي را الفطرة اللي كنت مزوج بيك كلها را كنت باقي مع الأم ديالك باقي معاه فوزية تصدماتك لها شكا تقولك قالوا تشيليكي أنا صافي راني تبت لله سبحانه وتعالى وصارحتك بكل شي صافي خصي نحيد من هاد شي هذا باركة لينا باركة لينا صافي من هاد مشاكل صافي فوزية باركة لينا احنا نمشي ونكريه في شي بلاسة ونسكنه فيها في شي حي آخر بعيد على الأم ديالك صافي را هاد شي اللي طالله لابقي نح دمك را غتوقي آخر شي كاريتا وهاد شي اللي كين أنا را صارحتك به وأنا دبعت نقول لك راني تبت وما نعاوج وانتي ما تقولي والو ما تقولي اهتحج المك صافي هاد شي لغا تدير فوزية مشاو عند الأم قالوا لها صافي راحنا غنمشي والحي آخر وغادي نسكنه فيه صافي را ما بقيناش قادرين على المشاكل ولا بقينه نارا شي نهار غا تحشي روح لم يمجمعوا حواجهم مشاو غادي نسكنوا في واحد الحي حي آخر قريب حتى هو السوق فنكي يبيع بيشري هاد سيد هذا حسن صافي كروا فيه واحد دار فوزية تفقات مع راجلها قلت لي شوف انت غير كون معايا راجل وانا غدا نخرج نخدم ونتاون معك الى الكرة ونتاون معك الى الزمان انت شوية وانا شوية انت خطف من جهة وانا نخطف من جهة انا نمشي نخدم في الطيور نخدم في العراسات فاش ممعط الله نخدم ولكن غير بالحلال احنا بغينا غير الحلال هاد الشي اللي غايتتفق مع هزا سوجتيالها وفعلا مشاو كروا وحد دار صافي السيد وقا كيمشي يخدم الخدمة دياله اللي هي خدار كيبيع ويشري في الخضرة السيد احتها هي ولا تكاد خدم كاتمشي تخدم هنا تخدم هنا تخدم في الاعراس تخدم في ملقات مرة كتدي معها بنتها لانها عندها ما تدير ما كينش لي كيش تدها لها واصلا عندها مشكيل مع الام ديالها ولكن تخدمها بالليل خلاص را كيكون الزوج ديالها في الدار كتخلي معها البنت حتى للصباح وكادشي دازت سنواته لهاد الحال والزوجة عود ولدات معه بنت واحد اخرى ودازت سنواته هما متعاونين مع بعضياتهم والامور كلها غدا مزيانة ما كيلا مشاكيل كينا هتا شي حاجة الناس عايشين مزيان مكافحين معاد الزمان البنت الكبيرة غدا توصل في العمر ديالها 14 سنة والبنت الثانية اللي ولدت معه وصلت للعمر ديالها ستادي للسنوات مهم دازت سنوات وفوزية كتخدم ولكن هاد المرة ملقاتش كتخدم اللي كان ولدت كتخدم غير في الاعراس مع واحد سيدة اللي هي طباخة وكيفما كتعرفوا الخدمة ديال الاعراس ضروري ما كيخصات بات حتى الصباح وعادة كتجي كتشينيت اللي كتدير فوزية كتجي وكتجيب معها كل خير كتجيب معها الديسير معها النحم كتجيب الدجاج ومهم سيدة كتجيب الكفة ديالها عامرة ومتعاونة مع رجلها واحد النهار فوزية جات كيف العادة ديالها في الصباح دخلت للطار ودائما معها القفة ديالها اللي عامرة بالتجاج وكلها خير كيفما كتليكم ودي سيرو حتى من الخمس كتجيب شوية كتشوف بنتها منشورة بنتها الصغيرة اللي في عمرها 6 سنين منشورة وبحلي صخفانة وغير كتنين مسكينة غير كتنين مسكينة وفي واحد الحالة يرتالها جات فوزية عند راجلها ويقول ليه لبنتها شو واقع لها شوف البنتها ما كتقدرش توقف ولا را كنوقفها على راجلها وكتطح اشو قع لبنت قالها ما وقع لها والو الله يعلم انا ما عرفت اشو قع لها شو في انتي مالها فوزية هنا شدات بنتها هزاتها هزات البنت وداتها الواحد اللي بيت وسدات عليها وبدت كتقلب في البنت وهي تلقى شي امور لي خطيرة ولم ندخل لكم في التفاصيل اكتر المهم لقات البنت من كيلة الجانبين الدم خارج فهذا اللحظة هادي فوزية تصدماد وفي نفس الوقت تصرفت بواحد طريقة ما بغتش تبين السوج دي لها والو قلت لي صافي غير خليك انت مع البنت الكبيرة اللي في العمر تيها الـ 14 عام قلت له خليك معها وانا انا غانمشي لسبيتر للحومة نشوف مالها صافي ورجع وبالفعل دات البنت لسبيتر تيها للحومة هي هدي دخلوا للمستشفى فعلا طبيبة كشفات على البنت طبيبة قلت لها هلا لا رخصني نعيط على البوليس هاتشي راي اللي وقع لبنتك هلاش انت ما سايقاش الخبار لبنتك الام قلت لها اوي لي اوي لي اشي وقع لبنت وقول لي اشي وقع لبنت قلت لها راي بنتك تعدى لها شي حد وراي ماشي راي وصلت لواحد لحالة اللي هي راي من كيلة الجانبين والبنت راي في واحد لحالة اللي هي خاطيرة راي وقع لها واحد تمزق شو نقول لك البنت راي خصها تمشي البنت راي خصها تمشي المستشفى باش نعس باش ادعو هاتشي اللي فيها راها بصلت لواحد الحالة راها ليلة غيروا وده برا خاصلين عيطة للبوليس وبالفعل طبيبة عيطاتي إلى البوليس إدارة المستشفى عيطة إلى البوليس جاءوا للبوليس ودارت قرارتها لهم كل شي هو هداك وفي أثناء الاستمال للسوجة اللي بنت عند منك تخليها والأسئلة هدو باش يعرفوا شنو واقع اللي بنت فوزي يقتلهم بأنه أنا كان مشي الخدم في الأعرس وبعض المرات كيكون الليل وبنتي را كنخليها مع الأب بديالها وهنا حتى فوزي يشكات باللي الأب هو اللي كيقوم بهذا الأفعال هدي خصوصا أنه عنده صوابق فوزي قالت فراسها شوفش حال من عمداز والسيد قال لي كره تاب ولكن هو باقي للنزع الإجرامي اللي فيه المهم الأب عرف راسه أش دار وهو يهرب عرف بالليل قاضية غد تفرش والبنت منين غد تكشف عليها الطبيبة غد يتعرف بأن البنت موعد هذا عليها شنو دار؟ هرب أخوات دار المهم فوزي يجد ومعها البوليس طلعوا القول الأب مكيج سقولوا لبنت قالوا لي ها فين بابك قلت لهم ما عرفتش خرج قالوا لها مقتاش خرج ومعاش خرج قلت لهم غير خرجت ماما ومن موراها حتى هو هز شي حويج دياله ومشى خرج صافي هنا البوليس عرفوا بأن ناره هو هرب البوليس غادي يعلجوا هات القضية بوحد دكاء كبير قالوا لها شوفي دبحنا رجلك رخفنا يمشي لشي مدينة ويغبر فيها قلت لي معا واحد طاري قزوينة قلت لي وقلت لي بأن البنت ما عندها بس بكين بس الحمد لله رمكين والو وفينك وفلان وهذه وهذه يجب أن تجيب لها الدواء وكذا وكذا المهم وصوها شنو تقول لي هي هادي كفوزية عيطات لي قالوا حسان ولي حسن الحظ أنه جاء في التليفون والبوليس كان واقفين حداها كي يسمعوا قلت لي قالوا حسان فينك قالوا لا لا أنا رناغير في واحد القهوة قال اسمريح وفين هو رغادي في تجاه دي المحطة دي الكيران باش غادي يهرب قلت لي فينك قالها أنا كيف ما قلت لي كيران غير في واحد القهوة مريح ايه وآجي قلت له وآجي دابا للدار را خاصتك لمشي تجيب لي الدواء اللي بنت قالها شنو كينيك مكيني باس عند البنت قلت له لا لا مسكينها را غي قلت لي الطبيبة ربما تكون كلها شي حاجة را عطتها واحد الانتيبيوتيك وشي دواء دي الوجاع ورد بانا بقي ما شريت لهاش الدواء وهادي وهادي صافوا رجبتها للدار وانا معاها خاصتك تجيب اش تجيب لهالدواء ما عندها بس ولكن خاص هالدواء قالها صافي هنا جاي المهم تبتاتوا والفعل السيد جا البوليس ديك ساعة كانوا مفرقين ومخبين ما كيبانوش يالله بغى يدخل مع الدار اوه ما يشدوه داروا ليه المينوت وطلعوه هاش كاين هاش واقع هالشاتين هكالوليه طلع هرا سمعنا واحد الكاريته كبيره 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 هنا البوليس اللي هو شاكين حتى في البنت الكبيرة اللي عنده 14 سنة حتى هي غيكون عندها نفس المشكيل اللي عند البنت الصغيرة ديك البنت الكبيرة عرضوها حتى هي على الطبيب وهنا غديلقوا واحد الكاريته غديلقوا بأن البنت حاملة والحامل ديالها غدي في الشهر الثاني هي في العمر ديال ما بين 14 و 15 سنة لقوها حاملة كاريته عظمى البوليس تصدموا طبيب تصدم الأم تصدمات وكتمررها في الأرض وكتغود وكتنتفش عرها البنت كتقول باللي لأب ديالنا كيدخلنا لواحد البيت أنا واختي صغيرة وهاش كيدير وهاش كيدير عودت لهم كل شي وحتى البنت الصغيرة مني يسولوها البوليس قالوا لها بنتيش كل يكيدير فيكم هاد الشي قالت لهم بابا كيدير لي يدي دي ها كيدير لي وها كيدير لي المهم بلما نشرح لكم التفاصيل قالت لهم بأنه را كيهددهم مش حال من مرة وكيقول لنا إلا قلتوا هاد الشي لماماكم ولا الشي حد آخر رغا دينا حرقكم وكيشد لموس وكيقول لنا شتوا هادا رغا نشدون بقى نقتل فيكم وحدة بوحدة وهاد العافية نشعلها فيكم واحنا كنخافوا منه وما بغيناش نقول هاد الشي لماما وخافنا لا يقتلنا وقاو ساكتين وقاو كيهاني وفي صمت ونزيدكم واحدة كاريته واحدة أخرى البنت الكبيرة كانت تقول بأن واحدة بنت خالتها حتى هي موالفة كانت تجي عنده موالفة كانت تجي عنده للدار وهاد شي أثناء الغياب ديال الزوجة دياله سيدة مسكينة كانت كاتمشي تخدم في الأعرز باش دعونه وهو كيستغل الغياب دياله وكان كيلعب من موراها شكونا هي هاد البنت هادي البنت هيا بنت خالت فوزياء تيك البنت اللي كان في الأول دار مع علاقة غير شرعية البنت اللي عندها 16 عام اللي كانت تشده لقبلها هاديك البنت حتى هي كانت تجي عنده للدار السيد كان كيسته لها لبنت وكيبقى معها لا حول ولا قوتي إلا بالله العدي العظيم وكيفما كيقولوا قال لك سامح ولكن ما تضيقش لأن اللي يخان مرة يخون عشرة وعمر شطح ما ينسى هزة الكتفه بزاف ديال الأمتلة هادارة شيطان ماشي باشار ما عرفتش من النوع هيدا وشغل نقول لكم المهم المجريم اعتارف بالجرائم دياله كلها اعتارف بأنه كان كيتكرفز على ابنته في الغياب ديال الزوجة دياله وماشي بعيد إيكون ربما باقي العلاقة مع انسيبته اعتارف بكل شيء وتحال على المحاكمة وتحكم بعشرين عام ديال الحبس تحكم بعشرين سنة سيجن نافدا وهذا القضية دي تدخل فيها عدة جمعيتي للطيفل اللي انسيبعت رأسها كتارف في هاد القضية وداروا عليه محاميين وتحكم بعشرين سنة ديال الحبس وهذه هي الجريمة اللي تعتبر من أخطر الجرائم واللي ما يقدرش المسجون مني غادي يدخل الحبس ما غادش يقدر يقول ها لاش جابوني هال منتف ديالي صور معايا صور معايا هدا غادي يقول للناس اللي في السيجن هال منتف ديالي اش غاديوقع اللي داخل السيجن اقبح منتف هو هاد المنتف هدا وكنتمنى من المتابعين ديالنا تعطونا الأعراء ديالكم في التعاليق حول هاد القضية هادي وكيبقى الهدف من خلال هاد الحلقات هو باش ناخدوا العبرة والموعيضة ونستفدوا من الأخطاء ديال الناس وهاد القضايا هادو انا كنحطهم ماشي للفرجة وإنما للعبرة ومطبعات الحال هنا كنكون مضطرة باش ندير أسماء مستعارة لأن احنا الهدف ديالنا ماشي فتشهير بالناس إنما الهدف ديالنا هو ناخدوا العبرة فقط ولا للإجرام والجريمة لا تفيد والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر